اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة لمادة الفيزياء بنتكلم عن الفيزياء طب ايه دخل الفيزياء بنا اي شخص عادي بيتكلم يقول احنا منا بالفيزياء اي حاجة حوالينا هي عبارة عن فيزياء كلمنا في حلقات سابقة عن الموبايل ده فيزياء التلفزيون فيزياء الاضاءة فيزياء ايا كانت زي كانت الشمع او الشمس او الاضاءة العادية اللي هو المصباح الكهرباء انا حياتي كلها بتتعلق بزواهر طبيعية ايا كانت الزواهر اذا كانت المد او الجزر او اذا كانت انواع من الطاقة شمسية ضوئية حرارية كل دي انواع من الطاقات برضو بتعتمد على الفيزياء اي اجهزة في البيت عندي هي فيزياء طب هنتكلم ايه نهاردة في برنامجنا هنتكلم عن حاجة اسمها المغناطيسية ايه هي المغناطيسية المغناطيسية دي اي جسم بينجذب الى مغناطيس اسمه مغناطيسية يقولك ايه فلان ده ده فيه مغناطيس يعني مغناطيس بيجذب الشخص قدامه هو بيتكلم كده كلامه حلو اللي اسلوبه حلو يقدر يجذبك ويخليك انت تقدر تندمك معاه وتقدر تنجذب اليه طب نيجي للناحية العلمية بتاعتنا المغناطيس ده جي منين هل الانسان هو اللي عمله طبعا نحا عارفين من سنين السنين من ملايين السنين حقا كان بيحصل زلازل وبرقين نتيجة للحدوث تلازل وبرقين اللي حصل انصهرت قلب البطن ده انصهر يعني انصهر بقى سائل ولكن درجة حرارته مرتفعة جدا 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 زي ما بنشوف منظر البركان منظر البركان ببقى صعب جدا ايه منظر البركان ده ان انا بشوف سحب طلعة بشوف نار طلعة من البطن الارض بشوف سوائل بتندفع الى اعلى وتامل زي النفورة كده بتبسع اشكلا صعب جدا جدا زي ما انا شايفين كده في الصورة بدايتنا ان منظر البركان بيبقى بالزبط كده نتيجة بقى للانصهار بعد المعادن والمعادن ده معظمها فلزات يعني فلز الفلز هو عبارة عن معدن زي الحديد مثلا احنا بنتكلم عن الحديد بالاخص النهارده المعدن ده بينجذب اليه المناطيس طيب ازاي نشأت بقى المناطيس دوت بنقول نتيجة ليه انصهار بعض المعادن في باطن الارض طيب قال الكلام ده مش السنة اللي فاتت ولا بلا لأ من ملايين ملايين السنين ايه اللي حصل بعد حدوث بعض البركانات طبعا تدفقت السوائل الى اعلى وبعد كده رح نزلت على الارض بعد فترة من الزمن ابتدت تتجمت بتكون قتل هذه القتل لما اكتشفوا بالصدفة لقوا ان ليها بعض الخصائص الفيزيائية المغناطيسية يعني خواص معناطية لها قدرة على جذب بعض المعادن مش كل المعادن لها قدرة على جذب بعض المعادن طب المعادن زي ايه زي الحديد زي ممكن عندي النيكل عندي معدن الكوبلت يبقى حديد ونيكل وكوبلت طيب ممكن اقرب قطعة خشب لا الخشب اصلا رديء التوصيل ولا ينجذب الى المغناطيس ممكن قطعة زجاج برضو لا ممكن قطعة قماش برضو لا بلاستيك لا يبين معادن معينة بتنجذب الى المغناطيس طيب يا ترى المغناطيس ده ايه اللي حصل بعد فترة من الزمن اكتشفوا انه ليه خصائص معينة وقدروا يستخدموها العلماء على مدار السنين فيه اجهزة كثيرة جدا زي ما نشوف مع بعض في التلاجة في الغسالة في المحرك الموتور سوري الدينامو كل دي اجهزة موجودة معايا المغناطيس طيب امتى نشأ المغناطيس او تم اكتشافه امتى تم اكتشافه نتيجة لعالم من العلماء سوري للرعي الغنم اسمه ماغنس من الرعي الغنم ده واحد شخص عادي جدا بسيط كانت بيرعى الغنم وكان معاه دايما عصايا عشان يهش به الغنم بتاعه العصايا دي صادف ان هي حديد مش خشب وهو بيهز وبيحرك الغنم بتاعه لقى ان العصايا بتتجه وتنجذب لقطع من الحجارة في الارض مرة في مرة اكتشف ان اكيد في حاجة بعد الدراسات اكتشفوا ان دي كتل هذه الكتل دي اللي موجودة في الارض دي عبارة عن كتل مغناطيسية ده الشخص ده كان اسمه ماغنس وبالتالي سميه باسمه الماغناطيس في رأي اخر ان تم اكتشاف الماغناطيس في منطقة تسمى ماغنسيا المنطقة التي تسمى ماغنسيا دي منطقة في تركيا في اسيا الصغرى وده كان في بداية او يعني في منتصف الكرن 19 طبعا ده قعد بعد فترة طويلة جدا وعمل تجارب وابحاس لبعض العلماء فعلا زي نيكولا ستيلا دوت سوريا نيكولا تيسلا ابتدى ان هو يتكلم عن فرايدي برضو تكلم عن المجال المغناطيسي تكلمنا عن الحصر الحلقة اللي فاتت وبالتالي نقدر نعرف المغناطيس طيب هل انا عندي انواع من المغناطيس المغناطيس الاول هو زي ما احنا شايفينه كده عبارة عن قطعة معدنية اهو معدن طبعا هو مطلي بس واخد طبقة من اللون اصله بيبقى حديد صلب يبقى هو مادة لها القدرة على جذب بعض الاجسام طيب هل هو المغناطيس ده يقدر يجذب اي جسم لا نشوف كده مع بعض لو انا عندي قطعة من البلاستيك ودي المغناطيس احاول اجذب مفيش اهو صح كده طب لو انا جبت قطعة معدنية المعدنية لو جذبوا يبقى ده عبارة عن حديد يا حديد يا نيكل يا كوب طبعا احنا معظم حاجتنا بالحديد اذا جبت انا مثلا غيرت الجسم وجبت قطعة تانية معدنية اهو يبقى ده المغناطيس له قدرة على جذب بعض الاجسام طب لو جبت قطعة خشبية اهو ماشي مفيش طيب قطعة من الفلين برضو ما بينجذبش يبقى معنى كده المغناطيسية هي بعض المواد تنجذب ليها لان الليها خصائص مغناطيسية المغناطيس ما بيجذبش الا المعادن او الفلزات كلمة معادن يعني فلزات لها قدرة على المغناطيسية وتنجذب اليها طيب لما بتنجذب اليها اهو اللي بيحصل قال لي اكيد اكيد بيبقى ليها استخدامات طبعا ما بتنجذبش وخلاص انا بوريكم مش عشان انا بوريكم لا اكيد لها استخدامات بعد كده طيب اشكال المغناطيس ايه في عندي اهو قضيب اسمه قضيب مغناطيسي شبه المستربع السيدخين شوية في قضيب اخر على شكل حدوة فرس اللينا عارفين حدوة الفرس اللي هي على شكل حرف فيه مغناطيس كمان على هيئة قرس معدني وده بيبقى موجود في بعض الاجهزة اللي عندي في البيت اللي هو زي الراتشو ده بالنسبة لي اشكال المغناطيس طيب لو انا حبيت اشوف يعني ايه مجال مغناطيسي كلمة مجال هي منطقة تحيط بالمغناطيس او بالكهرباء كلمة المجال بس هو فيه حاجة اسمها مجال كهربي او مجال مغناطيسي اه احنا منتكلم بس عن المغناطيس النهاردة بس انا هوضع حاجة بسيطة ان المجال الكهربي هي منطقة حوالين الكهرباء طبعا هعرفين الكهرباء فيها الكترونات انو منتكلم عليها في حلقة قادمة ان شاء الله انا لو انا حطيت ايجي جنب الفيشة وخاصة لو فيه فيشة اسلاكها اريانا وحطيت ايجي ولو مبلولة بحس على طول بزبزبات الالكترونات وممكن القهرب كلمة ان انا قهرب دي يعني معنا كده ان فيه مجال حوالين الفيشة او حوالي الاسلاك فبالتالي انا قهربت حسيت بالمجال طب المغناطيس احنا كلنا شايفين مقصاتيه ازاي يبقى فيه مجال وانا شايف انا حطيت ايجيه مفيش اي حاجة حواليه المجال ده يطلق عليه الحس المغناطيسي او الحقل المغناطيسي هي منطقة تحيط بالمغناطيس ويظهر فيها اثاره يعني ايه يظهر فيها اثاره نعمل تجربة بسيطة جدا لو انا جبت المغناطيس ده وحطيته تحت ورقة وهاجي اجيب شوية برادة حديد انا حطيت المغناطيس اهو وحطيت فوقيه ورقة وهقول لي انا حطيت الورقة واجي برادة الحديد هي عبارة عن الرائش بتاع الحديد بتاعنا احنا شايفين ايه المغناطيس بتاعي اهو المستطيل وحواليه خطوط منحنية اهي فوق وتحته وخطوط كتيرة عند الاقطاب شايفين الاقطاب اهي ده القطب الشمالي وقطب الجنوبي اللي بيحصل بيحصل تراقم في خطوط الفدر المغناطيسي او المجالة المغناطيسي وخطوط منحنية يمينا ويسارا انا مكنتش شايفين انا عندي اخو اهو لو انا بصيت له كده بصوا هل انا شايف الكلام اللي كان في التجربة دلوقتي طبعا مش شايفه ليه اصل الخطوط دي لا ترى لما بشوفهاش بعيني المتجردة لكن ممكن استدل عليها يعني استدل اتعرف عليها من خلال برادة الحديد زي ما احنا شفنا في التجربة دلوقتي طيب هل خطوط المجال دي ليها اشكال او ليها شكل ايه هو الشكل بتاعها زي ما احنا شفنا هي عبارة عن خطوط منحنية فوق القد فوق المنطقة اللي في النص زي ما شفنا ومتكسفة كتير حول الاقطاب قدنا اللي هو الطرف اليمين والطرف اليسار نتكلم عنه بالتفصيل بعد شوية متكسفة يعني كتير جدا ونلاقيها برضو وغده ايه انحناءة بسيطة كتير طيب لو انا حبيت ان انا اتكلم عن المجال المغناطيسي بتوسع هل الخطوط تتقاطع يعني تتقاطع يعني انا مثلا جايبها من الطرف اليمين للطرف الشمال عاملة مثلا زي كروس كده طبعا لا هي خطوط لا تتقاطع تماما طيب هل ليها اتجاه يعني ليها اتجاه ليها طريق الخطوط دي تبتجي من عنده وتنتهي اوه بصوا مناطيسة هوا زي حدوط الفرز هي عبارة عن ايه تتجه من القطب الشمالي الى الجنوبي يعني بتخرج من الشمالي اللي هو ايه او الشمالي وتتجه الى القطب الجنوبي طب انا ممكن اعمل تجربة تانية هاستخدم فيها المجال المغناطيسي اللي هو على شكل حدوط فرز هاعمل ايه هشيل المغناطيس اللي عندي واحط المغناطيس اللي على شكل حدوط فرز اهو واحط الورقة واحط شوية برادة نشوف شكل المجال المغناطيسي ايه زي اللي فات ولا لا بصوا المنزل هبارة عن ايه المغناطيس حدوط الفرز اهو بينا على شكل حرف يو واخطوط المجال بين القطبين مستقيمة متوازية اهي اما عند الاقطاب الشمالي والجنوبي فانها منحنية وغدر زي نص دايرا كده ومتكسفة لو احنا ركزنا نبص لقياه ايه فوق بعضها متكسفة عند الاقطاب هي تخرج من القطب الشمالي وتتجه الى القطب الجنوبي دي بنسميها خطوط المجال المناطيسي هل هي متقطعة زي ما قلت لا مش متقطعة تحس انه فيه سيمترية حلوة جدا تناسق في الخطوط الفيدو بيوجد شكلها جميل جدا طبعا انا كنت شايفة المناطيس من غير الخطوط دي احنا اتفعنا نهية لا ترى طيب يبقى المجال المناطيسي يوجد فين بين قطبين المناطيس او زكال المناطيس لوحده وبالتالي اقدر ان انا احدد واشوف شكلها كلنا شفنا شكل المجال المناطيسي طبعا الكلام ده ما بيبقاش موجود الا في لما انا استدل عليه في التجارب او بالمجال المناطيسي بالبرادة بتاعتي طيب بعد كده مين يا ترى اول واحد اكتشف المجال المناطيسي ليه حاجة اسمها كسافة خطوط الفيد يعني ليه كسافة كسافة يعني كتير احنا من شوية شفنا المنظر عدد الخطوط كان كتير جدا يعني انا كشخص مش عارف عدد الخطوط هي لا تعد ما تحصى عدد كبير جدا جدا مش هقدر اعدها مثلا زي اي حاجة هقدر اعدها ايا كانت زي مثلا لمون برطقون كتير فانا بعمل قوانين بتقيس كسافة الفيد المناطيسي طب كسافة الفيد المناطيسي دي مين اول واحد تفكر فيها عندي عالم اسمه تسلع نيكولا اسم الشخص وتسلع لانه هو اللي اكتشف وحدة قياس كسافة الفيد بتسمى دايما اي عالم اكتشف حاجة دايما بننسب لي وحدة القياس زي مثلا فولتا اللي هو بتاع قانون قوم اللي هو الفولت فرق الجهد سمينا وحدة قياس فرق الجهد باسمه زي مثلا امبير برضو سمينا وحدة قياس شدة الطيار باسمه فراد نسبة للعالم وهكذا فهنا هنا العالم بتاعنا اسمه نيكولا تسلا هو جنسيته القرواتي وكانت والدته بتحسه وتشجعه جدا على الاختراعات والابحاث ونفسها ابنها يطلع حاجة والده كان كاهن فكان نفسه ابنه يسلك مسلك بتاعه ويبقى راهب ويتعبت في الدير ولكن هو كان بيحب العلم جدا بس للأسف ما بيحبش الشهرة هو من طبعه إنسان ما بيحبش التظاهر والشهرة وكلام ده وكانوا هما عائلة يعني طبرة عادية حالها يعني دوبك متيسر بعد فترة حاس انه هو مخنوق في البلد بتاعته فهاجر وسافر أمريكا لما سافر أمريكا قاعد فترة الكلام دوت كان في نهاية القرن 19 قاعد يعمل دراسات كتيرة ويعمل أبحاث لغاية معاه عرف ممكن يعمل حاجة بس هي الحاجة دي كان بيقدر يعمل فكرة عمل المحرك الكهرابي اللي هو اسمه الموتور وان شاء الله انه بتكلم عنه بعد كده المحرك الكهرابي دوت كان فيه فكرة حاجة اسمها الحس كهروماناتيسي نقول ما كانش عنده الأدوات اللي تسوق له الاختراع بتاعه طبعا عارفين أي عالم مجرد ما بيعمل اختراع فيه ناس بتيجي تتفق معاه براءة اختراع واحد دي يساعده بفلوس يقدم له حاجة ولكن هذا الشخص ما كانش يلاقي حد يشجعه وغير انه ما كانش بيبص للمادة أصلا يعني هو كان نفسه يختراعه بس لكنه ولا عايز شهرة ولا عايز مال كان بيبعد عن الصراع والكلام ده بعد فترة طبعا ما حدش تبنى الاختراع بتاعه اللي هي فكرة عامل المحرك الكهرابي سمع عنه توماس أديسون طبعا أديسون ده اللي هو بتاع المصباح الكهرابي برضه وانه بنتكلم عليه في حلقة قادمة أديسون حس ان الدماغه نضيفة جدا جدا فابتدى صريف الكلمة يستغلوا علميا والتاني طبعا نكولو ما كانش مهتم كان يهم ان هو يعمل حاجة والناس تقول آه ده نيكولو عملها فكان ما بيهتمش بالمادة اللي هي الفلوس لكن كان بيهتم بالاختراعات فكان أديسون بيستغلوا وابتدى يعملوا مع بعض حاجات كتير جدا ولقى دماغه حلوة قوي في المجال الكهرابي وقعدوا يشتغلوا سواء ولكن جئوا في فترة من الفترات ابتدوا ان هما يختلفوا كتير بعد كده راح سابوا وابتدى يدور على حاجة تاني بعد فترة قعد يفكر يعمل ايه فابتدى ان هو يعمل فكرة بتاعة عمل الموبايل بتاعنا الهواتف بتاعتنا النقالة هو اللي حط يعني الكلام ده وفي آخر القرن 19 من الزمان أو الموبايل المفروض فكرته موجودة ابتدى يعمل فكرة بتاعة عمل الهواتف بتاعتنا بعد فترة طويلة جدا جدا طبعا حس بمعاناة جمده وبالفقر وبقص روما ان هو دماغه نظيفة جدا وبيشتغل لوحده فابتدى ان هو قال لا انا هسيبني من العلم وهعمل هاجاب شوية حمام بري وابتدى يربيهم ويهتم بيهم واحد سنين طويلة يربي الحمام بعد فترة سنين كتيرة ابتدى يحن تاني للاختراعات فقعد يفكر ويعمل تجارب كتيرة فابتدى في نهاية الحرب العالمية التانية ابتدى يعمل ايه ابتدى يكتشف الموجات الكهرومناصية ان فيه حاجة اسمها قهربة ومناطيس والاتنين مع بعض يجمعوا ويقدروا يستخدموا مع بعض في بعض الأجهزة وفي حياتنا العادية بتاعتنا زي مثلا ممكن اللي هو المطور بنستخدم الموجات الكهرومناصية ممكن الأشعة ممكن التلفزيون حاجات كتيرة جدا من الأجهزة بتاعتنا بنستخدم فيها الموجات دي قعد فترة طويلة بعد كده يعني شبه جاله اكتئاب وابتدى يعني عازل عن العالم وتوفى طبعا محدش استفاد من اختراعاته إلا بعد ما توفى للأسف ما اشتهرش إلا بعد ما يعني توفى بسنين كتيرة يعني احنا ما زلنا بنستعمل المحرك الكهرابي اللي هو المطور مفيش بيت مفيهوش مطور مفيش جهاز بنستخدمه اللي هو فيه المطور اللي هو المحرك الكهرابي مفيش جهاز ما نستخدمش الموناطيس وازاي يحاول من كهرابا الموناطيس أو المجال موناطيسي والعكس صحيح زي ما هنشوف طبعا أفكاره جميلة جدا مفيش جهاز بنشتغل من غير الحس الكهروموناطيسي مفيش تجربة من استعمالها في مادة الفيزياء إلا لما بستعمل فيها الموناطيس يعني معنى كده أن الأبحاث بتاعته كلها ما زلنا بنستخدمها. للأسف هو ما تشهرش إلا بعد وفاته. وإحنا الوقت في القرن الـ 21 بنستعمل ومنستخدم الاقتراعات اللي هو عملها والاكتشافات اللي تمها. طبعاً كلنا معنا موبايلات ده أبسط مثال. ما فيش إنسان تقريباً إلا معايا موبايل. أياً كان نوعه مش هتفرق. ولكن فكرة عمله هو اللي كان أسسها نيكولا تسلا طيب. ده من نسبة مين اللي فكر فيه الحس الكهرومناطيسي. إحنا اتفقنا على أنواع يعني فيه أشكال اتفقنا للمناطيس. طب هل ليه أنواع؟ يعني أنواع. يعني نوع مثلا يستخدم في كذا. آه ليه تلك تنواع. المناطيس ليه تلك تنواع. أول نوع طبيعي يعني طبيعي. من طبيعة الله سبحانه وتعالى. يعني هو ده المناطيس اللي موجود في باطن الأرض. مجرد الإنسان وسيلة استخرجته من الأرض. فبالتالي ده بنسميه طبيعي. يعني مشانا اللي عامله من طبيعة الله. وده موجود في باطن الأرض. يقول لك المهندسين دول بينقبوا في الحتة الفلانية عن الحديد. بينقبوا في الحتة الفلانية وهكذا. يوه ده اللي هو اللي اسمه طبيعي. طيب ممكن أحصل على ماناطيس تاني صناعي. صناعي يبقى من صنع الإنسان. يبقى أنا بعمله. وده ما بيبقاش يعني ما بيبقاش ماناطيس أصلا. لا بيبقى مثلا قطعة من الحديد ده ما هنشوف وبقدر استعملها بطريقة معينة ووصلها بحاجات معينة. وقدر أعمل من قطعة الحديد ماناطيس. يوه ده اسمه صناعي من صنع الإنسان. فيه ماناطيس تالت اسمه كهربي. الماناطيس الكهربي ده برضو من صنع الإنسان. وبيعمله الإنسان برضو بيتوصل بطريقة معينة وهنشوفه. وأبسط مثال ليه هو الجرس الكهربي اللي في البيت عندنا. يوه الجرس الكهربي هو عبارة عن مغناطيس كهربي طب نشوف كده طرق عمل المغناطيس الصناعي يا طرق ازاي اقدر اعمل انا ممكن كشخص عايزي على فكرة انا ممكن اعمل مغناطيس اول طريقة ان انا ممكن اجيب مغناطيس قوي جدا 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 شديد يعني كسفت الفيض والمجال المغناطيسي بتاعه شديد جدا واجيب قطعة حديد عادية زي مثلا دي احنا اتفقنا دي كان بتكذب المغناطيس وحطها في مجال يعني هي عشان محطوطة في العلبة بتاعت المغناطيس بتتأثر بالمجال المغناطيسي بتاعي يعني معنا كده انا ممكن اجيب قطعة حديد عادية بس ده حديد نوع الصلب واجيب المغناطيس بس يبقى قوي وحطه في المجال بتاعه يعني في المجال في المحيط حواليه معنا كده انه بعد فترة يبتجي يتأثر به ويكتسب الخصائص المغناطيسية يعني ايه يعني يتحول الى مغناطيس ده بنسميه مغناطيس صناعي انا اللي عامله وبيتعامل بقطعة حديد صلب في مغناطيس تاني ممكن اعمله بطريقة الدلك الدلك ان انا اجيب قطعة معدنية حديد عادي اهو واجيب مغناطيس قوي وابتدي ادلكه يعني ادلكه اعمل تدليل ولكن في اتجاه واحد يعني في اتجاه واحد يعني مثلا هابتدي من الشمال الجنوب وهكذا اهو مجيش اروح ادلك وارروح مراجع لا كده يبقى انا بمسح لانا عملته لأ بدلك في اتجاه واحد بعد فترة من الددليك ابو سألاقي قطعة الحديد الصلب برضو تحولت الى مغناطيس طيب في بقى عندي مغناطيس بيصنع برضو صناعي من الحديد المطوع انا عندي حديد الصلب طبعا هنعرفين انواع الحديد حديد صلب حديد مطوع وحديد زهر وكل واحد اللي استخدمته اهو بقى الحديد المطوع هو حديد يعني حتى من اسمه بيطوع الانسان عشان يقدر يشكله مسامير دبابيس مسامير سلاسل اقدر ان انا استعملها طيب المغناطيس الحديد المطوع ده هعمل ايه هاجيب قطعة من الحديد ايان قطعة واجي الفة عليها سلك معدني معزول قطعة حديد مطوع اهي مثلا واجيب سلك اروح لفه واشوف الدنيا هتحصل ايه طبعا ده سلك وحديد هوصل طرفين السلك ببطارية مصدر طيار كهربي طبعا البطارية مش للحجارة الزغيرة للحجارة الزغيرة اللي في البيت اللي نستعملها في الريموت دي اسمها بطارية لا انا هستعمل بطارية كبيرة شوية على الأقل 4.5 او 6 فولت ووصل الطرفين بتاعها واستنى فترة من الزمن طبعا ايه اللي هيحصل هيمر الطيار الكهربي يمر من البطارية ويدخل على قطعة الحديد اللي ملفوف عليها السلك ابوصل ايه بعد فترة تتحول الى مغناطيس طب انا لو حبيت اتأكد اجيب قطعة معدنية عادية خالص مسامير دبابيس واروح مقربها لقطعة المعدنية اللي هي من الحديد المطوع وطيار شغال شرطها لازم تفقود طيار كهربي ابوصل ايه بسرعة بتنجزب طب جيت انا روح فاتح او قطعة الطيار ناسمها يفتح الدايرة او يفتح التطيار الكهربي مجرد ما بطاع التطيار الكهربي بيتحول قطعة الحديد الى ايه مش مغناطيس بق الى قطعة حديد مرة اخرى ليه انا شرطها المغناطيسة القهربي يعني معنا كده بستدلة عليها وبعملها من الطيار الكهربي اللي هي البطارية اللي قلنا عليها طب نشوف كده مع بعض الفيديو ده ده طبعا قضبين مغناطيسين بشوف حالة التجاذب والتنافر بتاعتهم طبعا كان بيلف لأنه مش اتجاهه زي ما هنشوف بعد شوية في تجربة اخرى ده مصمار قطعة حديد مطوع لفت عليها سلك ووصلتها بطرفين سلك وببطارية مجرد ما انا وصلت البطارية ابتدأ يتكون هون مجال مغناطيسي وبتدأ يتحول لمغناطيس ن و اس شمالي وجنوبي كده معنى كده ان هو اتكون مجال مغناطيسي طبعا مجرد ما عربت المسامير ابتدت تنجازب ليه لو جبت قضيب اخر بينجازب بسرعة ليه يبقى كده اتحول لمغناطيس مجرد ما فتحت الدايرة اهو قط فتحت الدايرة كان يتحول لقدعة المصمار مرة اخرى تشوف مع بعض وبعد كده برجع اوصل طيار ابصلاقي ان هو يرجع لمغناطيس انا كده فتح الدايرة فبالتالي رجع الوضع الاصلي بتاعه اللي هو المصمار يبقى معنى كده ان انا كده عملت مغناطيس كهرابي من خلال الكهرباء قدرت ان انا احاول قطعة الحديد المطاوة زي المصمار الى مغناطيس مغناطيس كهرابي او مؤقت يعني مؤقت يعني في لحظتها مجرد بس طيار يمر بيتحول من قطعة حديد الى مغناطيس والعكس صحيح طبعا دي فكرة عمل الجرس الكهرابي جرس بتاعنا في بيتنا يعني معنى كده انا بستخدم المغناطيس الكهرابي ده اه انا مجرد ما بدوس بايدي على الزرار بعمل بقفل الدايرة الكهربية جوا انا مش شايفها طبعا انا محدش شايف الجرس الكهرابي لو انا عندي جرس قديم ممكن ابتدي ادور على المكونات بتاعته مجرد ما بدوس الزرار بتاع الجرس بقفل الدايرة الكهربية اللي بسمح بمرور الطيار الكهرابي بادوس مجرد ما بدوس بيتحول قطعة الحديد المطاوع جوه إلى مغناطيس وبالتالي بيعمل صوت اللي هو الجرس بتاعي. أنا طبعا بدوس دوسه وبوعق أعيدي. بفصل للطيار. معنى كده أنه رجعت قطعة الحديد المطاوع مرة أخرى سوري المغناطيس رجع مرة أخرى إلى قطعة الحديد. وبالتالي فقط القدرة بتاعت الجاذبية بتاعته وبالتالي قدرت أستخدمه في حياتي الطبيعية. ده بالنسبة للمغناطيس. في حاجة اسمها مجال مغناطيسي أرض. إيه ده هو الأرض فيها مغناطيس؟ آه طبعا أكيد. إحنا يحيط حول الأرض مجال مغناطيسي. بصوا المنظر بتاعه. ده حوالين الأرض. الكرة الأرضية هي. والمجال المغناطيسي شبه خطوط المجال اللي أنا كنت لسه شرحها من شوية. ودي صورة للرياح جاية بتاعت الشمس طبعا الأرض بدور حوالين الشمس. هنعارفين. ودي فيه المركز الأرض وهنا فيه المجال المغناطيسي يدور حول الأرض. طيب المجال المغناطيسي ده جيل من إيه؟ هل الإنسان اللي عمله؟ طبعا لأ. إيه اللي حصل إزاي تكون؟ هو الأول عبارة عن أشعة بتوجد في اللوب الخارجي للأرض. أشعة بتوجد في اللوب الخارجي للأرض. طيب. هل دي فايدة؟ آه. بيعمل كدرع واقي غير مرئي. أنا عمري ما شفت المجال المغناطيسي في الأرض. إحنا ما شيل في الأرض واللي في الأدوار العليا واللي بيطلع مثلا لكيب طيارة وحاجة. عمره ما شفت المغناطيسي ده. هو غير مرئي. وهو درع واقي جدا جدا جدا. من إيه بقى؟ طبعا هيا عارفين أن الأرض بتدور حولها الشمس. طبعا بدون توقف. خالص. معنى هي دورانا حولين شمس يعني فيه أشعة كتير من الشمس بتيجي. طب الأشعة دي. هل كل الأشعة بتات شمس صالحة للإنسان؟ لا طبعا فيها ضار. فيها ضار جتير جدا. فاللي بيحصل الأشعة دي فيه حاجة اسمها بلازمة شمسية. هذي البلازمة غنية جدا 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 بالطاقة. طبعا الإنسان بيبقى ساعات محتاج طاقة. بس مش كمية كبيرة عشان ما تقزوش. طبعا هنعارفين إن كل واحد دي مجدار معين. إذا زاد طبعا زي ما بقول يتقلب ضده. فإيه اللي بيحصل؟ البلازمة الشمسية دي طبعا بتسقط من الشمس على الأرض. إيه اللي بيحصل؟ لو هي زيادة طبعا تقزي الإنسان. ممكن أبسط حاجة تسبب له بعض الأمراض الجلدية أو تشوهات أو حاجات كتيرة جدا. فوجود المجال المناطيسي ده بيحد أو بيقلل من البلازمة الشمسية دي. فبتوصل للأرض وبالتالي بتعمل كغلاف مغناطيسي للقرى الأرضية. طبعا الغلاف المغناطيسي ده بيحيد بالقرى الأرضية. طيب إيه سبب وجود المجال المناطيسي؟ يعني مثلا هنقول إحنا كان موجود في سنة كرن العشرين لكن مش موجود في واحد وعشرين أو مش موجود في التسعة عشر. لا هو موجود على طول. طب إيه سببه؟ إن موجود في باطن الأرض بطن تحت جدا جدا. فعماك صحيك منها مجموعة من الفلزات المنصهرة. فلزات احنا اتفقنا اللي هي المعادن زي الحديد، زي النيكل، زي الكوبالت. الفلزات دي منصهرة يعني في حالة سخنية جديدة جدا جدا جدا. طيب يعني أنا مالي بيها. نتيجة أن الأرض بتدور بسرعة هائلة. احنا اتفقنا أن الأرض بتدور حول الشمس. نتيجة لسرعة دورانها اللي بيحصل بتتكون حاجة اسمها طيارات كهربية. هذه الطيارات الكهربية بتتأثر بالمعادن اللي عندي. اللي هي المعادن المنصهرة. وبالتالي بتبتدي تكون وتخلق مجال مناطيسي حول القرى الأرضية. يبقى معنى كده إن الفلزات أو المعادن اللي هي منصهرة في بطن الأرض. والنتيجة لتدوران الأرض بسرعة هائلة. طبعا الأرض مش بتلف بشويش كده. وطبعا بسرعة دائمة يعني دائمة يعني ما فيش الأرض النهاردة لف يعني دارت حول الشمس. لأ بكرة واخدها راحة. يوم أو يوم لا. ما فيش كلام ده. هي بتدور حول الشمس باستمرار. وطبعا ده عشان أتأكد إن الأرض بتدور. زي ما الناس بتقول لأ الأرض بتدور طبعا. كلنا عارفين تعاقب الليل والنهار. تعاقب فصول السنة. طبعا في أوقات بيبقى حر وفيه أوقات الجو برد وهكذا. طبعا ده نتيجة لدوران الأرض حوالين الشمس. نتيجة لدورانها السريع ده بيبتدي تتكون طيارات. هذه الطيارات بتسمى طيارات كهربية. هذه الطيارات بتؤثر على الفلزات المنسهرة الساخنة دي. وبالتالي فبتكون المجال المغناطيسي للأرض. طبعا المجال المغناطيسي للأرض ده مهم جدا جدا. إيه فايدته؟ أنا هستخدمه في إيه؟ أبسط حاجة بيرسل إشارات اللاسلكية بتاعة الراجو. طبعا كلنا بنسمع راجو وإيه اللي بيحصل بفتح بسمع. أي كنونة أنا بحبها. أحدا أين كانت بعيدة أو قريبة. نتيجة إن فيه إشارات. والإشارات دي طبعا بتمر في الهوى. أو في الغلاف بتاع الكرة الأرضية. فبالتالي بتسبب انتقالها. طب نشوف مع بعض كده الفيديو دوت. دي الكرة الأرضية. وآدي المعادل من صهرة في باطن الأرض. يبتدي تتكون ويبتدي يحصل إن هي طبعا بتدور بس طبعا مش حاسس. آدي المجال المناطيسي حوالين الأرض من برة. دوت الأمر الصناعي طبعا احنا متحكم فيه نتيجة لفيه في مغناطة. يبتدي إن هو يدور حوالين الغلاف المغناطيسي للأرض. والنتيجة للدوران بتاع الأرض ويتكون المجال. نشوف في الوقت شكل المجال هيبقى إيه. هل هو يبقى فعلا مجال المغناطيسي. يعني يبقى شكل مغناطيس. او ليه خطوط مغناطيسية ولا. أدي نتيجة للدوران بتاعه. أدي كرة الأرضية بتادي تاخد شكل محدد. إيه هو الشكل بتاعها. إن هو ياخد شكل مجال المغناطيسي ما احنا شايفين كده. وهذا المجال في النصة هو عبارة عن قضيب مغناطيسي. ده شكل خطوط المجال المغناطيسي هي حوالينا. ويبتدي يميل نحو الشمال والجنوب. أي مغناطيس. احنا ليه كدبين زي ما قلنا شمالا وجنوبا. والمجال المغناطيسي ده ده يستمر على طول موجود على طول ما بيختفيش. نتفقنا أنه هو موجود على طول. طيب. بعد فترة طبعا نتيجة أنه أنا بقى برسل بعض الأشعة بتتكون الأشعة اللي عندي ويبتدي أنه هو يستخدمها الإنسان. فبالتالي أنه أنا أقدر أنه أنا أحدد الكلام ده. طيب. بعد فترة جيهم الناس قالوا طيب احنا هنستغل طبعا الأشعة. آه طبعا هستغلها. باستخدمها قلنا في الإشارات اللاسلكية للراديو. طب هو أنا يعني مثلا كمثال أنا بفتح راديو مثلا قريبة من التلفزيون إزعت مثلا الشرق الأوسط أو كاهرة أو أو أو. لا طبعا الأشعة جيه بتصل إلى مسافات شاسعة كبيرة جدا جدا وقدر أن أنا أستعمل أستقبل بعض الترددات وقدر أن أنا أستخدمها. طيب. الطبعا المسؤولة في الغلاف طبعا الأرضي تسمى اللي هي الأشعة اليونيوسفير. طيب. في حاجة نسمع عنها اسمها الشفق. الشفق ده بيبقى موجودة عند الأقطاب الشمالي والجنوبي. الشفق ده جين لين؟ هو نتيجة إن ببعض الأحيان نيجي بالليل نبص للسمكة الله. إذا السماء في حاجات بتبرق وشكلها جميل. حاجات بتلمع. منظرة جميل جدا جدا في السماء. الكلام ده بيتم الليل. ما بيتمش بالنهار. يبتجي الشخص يقعد يبص ويتابع. طبعا احنا عارفين إن فيه نجوم بالليل. لكن ده بيبقى منظر مش معتات حاجة جديدة. اللي بيحصل إن بيتكون عندي حاجة اسمها الشفق القطبي. الشفق القطبي ده فيه شمالي نحو القطب الشمالي وفيه جنوبي نحو القطب الجنوبي. اللي بيحصل بعد الجسيمات بتهبط وبتخرج من الأشعة الشمسية وتبتجي تقرب للأرض. فبتصطدم بيها. طبعا هنعرفين إن الأرض قبل كده لو احنا مش عارفين هو عبارة عن طبقات. فبيبتصطدم بالغلاف الجوي بتاع الأرض. طبقة الخارجية ليه. فمجرد ما اصطدمت يبتجي يزهر الجسيمات دي وتبتجي تتجه إلى القطبي ده. القطب الشمالي والقطب الجنوبي. طب لير تتجه للشمالي والجنوب نتيجة لوجود إن فيه فعلا مجال مغناطيسي للأرض. يعني أنا عندي إثباتات علمية فعلا إن فيه حاجة اسمها مجال مغناطيسي للأرض. اللي هو الشفق القطبي الشمالي أو الجنوبي. أو اللي هي أشعة الراديو أو اللاسلكي أو لما حد يبعث إشارة زي اللي هما البحارة أو اللي هما مثلا أي حد مسافر أو الطيارة. طبعا الحاجات دي كلها لاسلكية. مش مجرد مثلا بكلم أختي جنبي أو في شقل جنبي أو كده. لأ. دي كلها سبب ليها وجود مجال مغناطيسي للأرض. طيب. المغناطيسي عملي نكلم ده عنه ليه خصائص. يعني إيه خصائص؟ يعني أنا لو جبت قطعة مثلا قلت ده مغناطيس. هاي أي حاجة قدامي أقول المغناطيس لا. أول حاجة ليها قطبين. يعني قطبين طرفين. زي مثلا حدوط الفرس هنا. قطب شمالي وقطب جنوبي. يبقى أول حاجة لها قطبين. قوتين. القوة بتاعت المجال المغناطيسي في الأقطاب الشمالي والجنوبي. طيب. نمرة اتنين. هل ليه اتجاه؟ نش عارف يعني إيه الاتجاه. مثلا كمثال أنا عندي مغناطيس زي ده. ليه قطبين. إذا أقول لك حر الحركة. يعني أقول لك حر الحركة. يعني أنا جبت فتلة وروحت مثلا بيتا كده. زي ما انتو شايفين هيقعد يلف ويدور لغاية ما يثبت. إيه الثبات بتاعه؟ إن اتجاهه ناحية الشمال. وإن الاتجاه التاني ناحية الجنوب. أو ده الشمال وده الجنوب. حسب الاتجاه بتاعه. يبقى إذا علق المغناطيس حر الحركة. يتخذ اتجاهين من الشمالي إلى الجنوب. عشان يعمل خطوط الفيت. طبعا هو بيتهز عشان إيدي بتتهز. لكما هو المفوض بيزق. طيب. قلنا قوتينه في الأقطاب بتاعته. طيب. هل يخضع لحاجة تاني؟ آه. يخضع لحاجة اسمها قانون التجاذب والتنافر. إيه قانون التجاذب والتنافر؟ أنا عندي نشوف كده. لو أنا عندي القطب بتاعي. مجرد ما أقرب القطب بينه. أبص على عطول بيحصل إيه؟ بيجذبه. اهو. طيب. لو أنا. اهو. ده كده اسمه تجاذب. يبقى القطب ده عكس ده. واحد شمالي وواحد جنوبي. ليه ما ينفعش شمالي مع شمالي؟ لا. اهو. مش رادي يمسك. بيبعد. طبعا أنا اللي حاسها بيه هو بيحود بيحود لوحده. عشان يجي لي بتحوده. لكن مجرد ما بقاب بقابل قطب مخالف على طول بيحصل له عملية ايه؟ تجاذب. يبقى معنا كده. الأقطاب المختلفة تتجاذب. والأقطاب المتشابهة تتنافر. طب هل ينفع ان هو يجذب حاجة تانية؟ ممكن اهو. ده ما هو ده حديث. ممكن حاجة كمان. ممكن اهو. كله بقى ايه؟ كله بقى مغناطيسي. لان اللي هو مجال. ماشي كده. يبقى المجال المناطيسي أقطاب متشابهة وأقطاب مختلفة. تتبع قانون التجاذب والتنافر. اتفقنا ان اخطوط المجال بتخرج من القطب الشمالي وتتجه الى القطب الجنوبي. ده بالنسبة للخصائص بتاعة المغناطيسي. طيب. نشوف حاجة تانية استخداماته. هو انا ممكن استخدم المغناطيس ده في بيتي؟ اه طبعا. ده احنا بنستخدمه كتير جدا جدا. استخداماته وقته في المنازل كل حاجة تقريبا عندي. انا عندي كمبيوتر. عندي فيه الكورس المعدني. انا بعمل ايه؟ بخزن كمية كبيرة جدا جدا من المعلومات على هذا الكورس. وطبعا انا بحطه جوه للشاشة. كمبيوتر اذا كان او اللاب. وبتجي انه لا استخرج منه المعلومات. ده بيشتغل مغناطيسي بالمغناطيس. طيب ايه تاني؟ عندي فيه مكبرات الصوت. اللي هي الميكروفونات اذا كانت في الراجة او ميكروفونات عادية. بقدر استخدمها ان انا بحول الاشارات الى بعض الاهتزازات الصوتية. وبالتالي بقدر اسمع الاهتزازات دي. عن طريق تكبير الصدق عن طريق المغناطيس. التلاجة. طبعا كلنا عارفين ان اطار باب التلاجة فيه مغناطيس. طبعا التلاجة اصلا الجسم الصلب بتاعها مصنوع من الحديد. كلنا عارفين كده. حتى مهما كان لونه. ده اللون ده عبارة عن طبقة لون. لكن المغناطيس ذات نفسه مصنوعة موجود فيه اطار في باب التلاجة. مجرد ما بقرب على طول بيقفل. ليه؟ لانه هو عبارة عن ايه المغناطيس. ليه خصاص بتجذب الاجسام اللي هي مصنوعة مثلا من الحديد. طيب يوم ما بستخدم فيه التلاجة. في بعض الناس بتحب تعمل على التلاجة اللي هي بعض البرويز او بعض التماثيل او بعض الحاجات الصغيرة اللي فيها مغناطيس. مجرد ما بحطها بتلتسك على طول بالتلاجة. فيه كمان بعض الالعاب الاطفال. كلنا عارفين ان الالعاب الاطفال فيها دايما فيها حتة صغيرة بيقرص معدنية صغيرة من المغناطيس. الرسومات اللي بتاخد طبقة من الفناي المغناطيسي ده. بقدر انها استخدمها. اننا مجرد ما اشيل طبقة ورقة. وابتدي اننا احطها. وابتدي ان هي تستخدم كديكور او منظر جميل. كمان ممكن نلاقيها في الغسالة طبعا اكيد المغناطيس في الغسالة لان الغسالة فيها مطور. يعني في الغسالة فيها المطور. فيه المروحة فيه الخلاط كل اجهزة البيت تقريبا التلفزيون. الجرس الباب زي ما اتفقنا من شوية ان هو بحول الكتعة الحديد الى مغناطيس مؤقت. فيه كمان اللي هي المكنسة لانها بتشتغل مطور اي حاجة فيها مطور او الدينامو اللي هو المولد الكهرباء اللي احنا بنستعمله في الافراح او مثلا كزا محل مثلا والنور قطع يروح جايب مولد ده بيولد الكهرباء ده برضو بيستخدم فيه المغناطيس. عندي كمان كارت الاقتمان كارت بتاع البنك طبعا ده فيه خاصية مغناطيسية ده اكيد. كل ده استخدامات المغناطيس في حياتي. يبقى ده حاجة مهمة جدا جدا ما ادرش ان انا استغنى عنها. كمان ممكن ان انا استخدمه في الطب. هو ينفع يستخدم في الطب. اه طبعا. فيه حاجة اسمها الرانين مغناطيسي. في بعض الناس بتروح تعبانا للدكتور يطلب انا عايز اشعة رانين اسمه رانين مغناطيس. اللي هو الجهاز اللي بينامع عليه الشخص وبيدخل جوه جسم الجهاز ذات نفسه بتاع الاشعة. بيبقى عمل نص دايرة او زي التابوت كده بيدخل فيه الشخص ويقدر يعمل اشعة. طبعا هي بيمتص كمية جبيرة من الاشعة وبيقدر يقدر الدكتور يعرف ويشخص الحالة لقصاده. بيستخدم كمان لقتل بعض الخلايا السرطانية. ممكن مريض سرطان يقدر ياخد حقن حقن معينة بسائل ممغنط ويتحقن بها هذا الشخص. وبتدي يفصله الخلايا المريضة عن الخلايا الحية. ويقتل المغناطيس باشعة معين يقدر يقتل الخلايا المريضة. يعني يقدر يقتلها. كمان ممكن دا اقدر اعالي بعض الحالات مش كلها عن طريق المغناطيس. طيب ممكن استخدامها في الصناعة؟ اه دا اكيد. ابسط حاجة الونش اللي بينقل الخردة موجود في المواني موجود في مخزن موجود في اي حتة طبعا كلنا شفنا الاونش. الونش دا عشان ما يجي ينقل عربية او خردة او كمية كبيرة من المعادم الشرط طبعا حديد بيبتدي ان هو ينقل الكتل دي. طيب لو هو مش مثلا مش حديد زي النحاس طبعا هنعارفين معظم الاجهزة حواليها مصنوعة من الحديد بس مش كلها طبعا معظمها. فبيعمل ايه بقى ليه قدرة ان هو يفصل بين مثلا لو انا عندي معادن مختلطة مع بعض زي الحديد والكواردس يبتدي يفصل بينهم وبينبعض. طبعا المغناطيس هيجزب الحديد ويسيب العنصر الاخر اللي هو الكواردس. ممكن كمان لو نشوفه فيه اللي هي فصل الخزن اللي فيها فصل الخردة. بابوسي لاقي سير كده ماشي ويبتدي يتحطى عليه الخردة والقطع المعدنية المختلفة. يبتدي يجزب الكتعة اللي هي الحديد ليه ويطرق الاخر. فده برضو فيه فصل ليه. ممكن كمان انا اقدر اولد كمية كبيرة من الكهرباء في محطات توليد الكهرباء اللي في القدرة اللي هي مثلا زي في اسوان طبعا بقدر ان انا استخدمها. القطرات المعدنية او المتر والحاجات دي شغالة برضو بالمناطيس والحس الكهرومناطيسي. طبعا عندي حاجات كتيرة جدا يعني انا عندي يعتبر مفيش بيت ومفيش شخص الا ما بستعمل المناطيس. يعني المناطيس بالنسبة لي حاجة عادية. لو انا مثلا بشتغل ترزي او حداد او كده دايما عند اي شخص بيبقى عنده قطعة من المناطيس. مثلا الترزي بيبقى دايما عنده قطعة ومحطوط فيها او مجمع حواليها اللي هو طبعا المجال المناطيسي الدبابيس اللي بيستعملها الترزي. او مثلا لو واحد اسكافي مثلا وعايز يدور على قطع حديد يعمل بيها النعل بتاع الشوز او كده. طبعا ده كله في استخدامات حياتي يعني معنى كده ان المناطيسية مهمة جدا. مين فينا ما بيستعملش المغناطيس مين فينا ما عندوش حاجة في ايده زي الموبايل زي التلاجة زي الغسالة زي التلفزيون زي كارت الاقتمان كل ده انا باستعمله يبقى معنى كده الفيزيا مهمة جدا. ما فيش شخص يقدر يستغنى عن الفيزيا لان هي في حياتنا. طيب ممكن بقى لو انا جبت مغناطيس زي ده وحصل ان انا اسمته نصين قسرته. ايه اللي يحصل للمغناطيس احنا اتفقنا له قطبان شمالي وجنوبي ماذا يحدث عنده كسر مغناطيس ابدا ببساطة جدا يتحول لمغناطيسين يعني ايه اللي بيحصل مجرد ما بقتم او اكسر المغناطيس بقى مغناطيس في ايدي مين وبمغناطيس في ايدي الشمال يعني يتحول الى مغناطيس كامل بقطبانه بمجاله. طب المغناطيس انا قصيته روح تمسكه وكسره تاني اللي حصل بدل ما كانه واحد بقى اتنين والاتنين بقى اربع وهكذا يعني اي مغناطيس عندي طبعا ده مغناطيس طبيعي دائم يعني دائم يعني من غير ما وصله لطيار كهرابي ولا حاجة بيجذب عندي الاكسام. طيب جبا انا معنى كده ان انا اقدر ان انا اعمل مغناطيسات طبيعية من مغناطيس ان انا عن طريق عملية الكسر. كلنا عارفين البصلة طب انا معرفهاش انا شخص معرفهاش بس اكيد سمعت عنه. انا كشخص عايدي يعني ايه بصلة اسمعني في حاجة اسمها بصلة. البصلة دي طبعا ابسط حاجة احنا عارفينها بتحدد الاتجاهات. ان الاتجاهات اللي هو الاتجاه الشمالي للكرة الارضية والاتجاه الجنوبي للكرة الارضية. طب زمان قبل ما يخترعوا البصلة او يكتشفوها طبعا كان الملاحين والبحارة واللي بيسافروا كانوا كلهم بيستعملوا الخرايط. طبعا الخريطة بتاعة الكرة الارضية في شمال الخرايط الورائية اللي هي تلاقيها يعني قديمة جدا فايه لونها مسفر. لكن حاليا طبعا كلنا من نهاية الكرن 19 ابتدنا نستعمل البصلة. طب الناس اللي هي بسطة زي الملاحين زي اللي بتوع الغوص مش لازم دول يبقوا متعلمين او يعني مش لازم يبقوا معاشها على جامعية. لا ده هو واحد على باب الله وبيشتغل صياد او بيشتغل ملاح فايه اللي بيحصل بيعتمد على الشرق سر الشمال والجنوب بحيث ان ايه طب انا الشمس الوقتي بتظهر من الشرق خلاص يبقى دي ناحية الشرق يبقى ايه الشمال جنبها. طب بتغرب بتروح ناحية الغرب يبقى الجنوب الناحية التانية وهكذا وابتدوا يستخدموا اللي هي الالتجاهات مبسطا. ولكن مع مرور الزمن والوقت واختراعات كتيرة تمت قدر العالم الصيني شينكوها يقدر يخترع ويقدر يفسر يعني ايه بوصلة. طيب البوصلة ممكن يستخدمها مين تاني؟ ممكن يستخدمها القائد الطائرة طبعا هو ماشي سحب يعني دنيا فراغ قصاده يقدر يمشي ازاي مين او الشمال طبعا السوري مش هيقدر يمشي عشوائي طبعا ما يفعش كان حصلت حوادث كتيرة والناس كتيرة توفت. ولكن دايما الطائرة لو احنا نشوفها بنشوف المنظر او اللي بيعمل طيار او مساعد مضيف او حاجة. يقدر يشوف ان فيه جهاز فيه قدامه عبارة عن دائرة والدائرة دي فيها ابرى مناصية حرة الحركة. يعني ايه حرة الحركة يعني ايه ماشي ناحية الشمال تبتدي هي تتجاه الشمال ناحية جنوب وهكذا ناحية الشمال وتاخد الاتجاهات ويقدر يعرف بها الاتجاهات. طيب بقى معنى كده ان انا البصلة دي مهمة جدا في حياتي. ممكن الناس اللي بتطلع سفاري. السفاري دوت مهمة جدا جدا جدا. فيه ناس بتحبه وفيه ناس بتاكل عايش منه انها تاخد جروب اجانب. ممكن جروب مصري عادي ما فيش مشكلة. وبيحب يتفرج على المناطق بتاعت بلده. المناطق الخلوية الفاضية يعمل معسكر. الناس بتقع الكشافة. كل دي دي حاجات ان انا ممكن اتوب. فانا بلجأ الى البصلة. وهي عبارة عن جهاز صغير جدا جدا دائري. طبعا الطرف هو عبارة عن ازاز. او نوع من البلاستيك القوي. وفيها ابرة ماناطيسية حرة الحركة. ليه حرة الحركة عشان تتتجه نحي الشمال ونحي الجنوب. طبعا احنا اتكلمنا عن المناطق كتير النهاردة. اتكلمنا عن حاجات كتيرة قوي قوي. طب هل انا كشخص عادي هل استفدت؟ اتمنى طبعا ان تكون مستفدته. عرفت ان المناطقية موجودة ابسط حاجة في تلفون الموبايل. من يوجد موجودة في كارت الاقتمال البنكي. تم موجودة في التلاقية. تم موجودة في التلفزيون meوجودة في الشاشة. تم موجودة في التلفون meوجودة في الجرس. تم الغسالة. اي نوع اي حاجة فيها المطور. موجود فيها المجال المناطيسي. ممكن طبعا لعبة طي�도 الاطفال يقولك دي مغناطيس. ممكن ان انا استعمل المغناطيس كلعب. ممكن اجيب اعمل حيلة للاطفال. طبعا دي قلنا بنعمل على الاطفال وهم صغيرين. اجيب مغناطيس. وحطه تحت الورقة كده. واحط من فوق. اهو. اهو. وبتجي احرك المغناطيس اهو. بتجي احرك الادوات اللي عندي. معنى كده. دي حيلة للاطفال. بتبقى جميلة جدا. احط شوية مسامير. شوية دبابيس. شوية القطع معدنية. من الحديد. وبتجي احرك تحت مغناطيس. اقول لهم بص ان عملت حاجة حلوة قوي. بص دي نساحر. دي انا بحرك الحاجة الوحدي. طبعا دي حلوة بتبقى حلوة للاطفال. اي طفل مسلا عنده لعبة بمطور زي العروسة زي القطر. طبعا اكيد جواها فيها مغناطيس عشان ابتجي انه هو يحرك وتستمر الى عملية. طبعا زي ما احنا شفنا المغناطيسية مهمة جدا. موجودة في حياتي. وكعلم فيزياء ما اقدرش استغنى عنه. محدش يقول لا انا مالي بالفيزياء او مالي بعلم الفيزياء. الفيزياء مهمة جدا جدا. وبقدر استخدمها في حياتي. واقدر ان انا اشوف تطبيقات عليها جدير. انا مبسوطة جدا جدا ان كنت معاكم النهاردة. وتمنى يكونوا مستفدتوا مني. والقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. سلام. اشتركوا في القناة